السلام عليكم كيف تمال لبس الليكم صحة لباس انتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله ومرحبا بكم معي الفيديو جديد مع وصفة جديدة اليوم البنات غنشارك معكم طريقتي في تحضير الكعب الغزال صراحة هد كعب كيجي غزال وفعل صراحة كيجي غزال كيجي صراحة كيجي ما كتشوفه في الصورة كيجي مزيون لا في المنظر دياله ولا في الماداق وكما احنا دائما في الشامل كنا ملوك كعب اللي يكون ضروري سيكون منقوش ويكون كبير كتكون كعب هيدا كبيرة ومنقوشة وكيجي صراحة منضر دياله اللي هو مزيون بزاف واش منطول شاليكم في الهضران خليكم دابع مع المقادير وطريقة تحضير هاد الكعب هادو صافة البنات اول حاجة غنشارك بها هو اللوز انا منسبة الكيمية كتبقى تموش حال بغين تعدلو ديال الكعب وش حال شا عندكم شي مناسبة ولا مهم بالنسبة للوز انا عنديش هنا كيلو ما كامل شي غسلته مزيان مزيان ضروري اللوز نغسله هنبدو باش كيفاش غدي نقشار اللوز ديالي صافة البنات بعد ما قشرت اللوز عملتو هيدا في اينا صافة وغدي نخوي عليه الما طايب بالنسبة كي نسلي كيعملو اللوز في الكاسرونو كيعملو فوق بوطو كيبقي غلى هيدا اللوز ديالي كيشرب بزاف ديال الما وكيجي نشي مزيان في الحلوات الحلوات تقدر ما تطولش معانو بالزربة تخسر حيث كتكون جمعة الما بزاف مهمة ديال الطريقة اللي كنعمل بها انا اللي كنقشار بها اللوز كنعمل اللوز هيدا في اينا كنغسله مزيان وكنعمله في اينا وكنخوي عليه الما يكون طايب وكنغطيه بالسلوفان ولا بلاستيكه غيباش ديال البوخار يرجع عنده ويتقشر اللي بالزربة حال هيدا البنات هالطريقة هي هي الطريقة الصحيحة ديال تقشر ديال اللوز ديك كيما قلت كومني كنعمله في الكاسرونو كي شربنا الما بزاف وما كيبقاش اللوز ديال نام زيوا صفى البنات انا بعد ما خليتو كما كتشوفو ده باب الزربة غيغت حديه بالزربة كيتقشر حيطلو بلاستيكه وصفيتو صفي خديتشي من ديل غد نبدو قشره ونحط فوق من ديل البنات باش ينشفليه من الما ضرور يغسل اللوز قبل ما نطحنوه نشفوه من الما ماشي نطحنوه هو باقي كيقتر صفي غنستمرها على هالطريقة هنسادي تقشر ديال اللوز اللي عندي كاملة بحال هيدا غنخلي هيدا فوق من ديل وغنغطيه اه انا صراحة ما خليتوش بالزرب تقدروا مسلا هاد العمليات قبلوها نهار كبير قد ما يعني قبل قد ما نشف اللوز من الما قد ما حسن مهم انا واحد ثلاثات سوايا خليتو تنشفلي مزيان ده بغندوس باش نطحن اللوز ديالي صفى البنات كيما كتشوفو بعد ما تحنتو الطحنة اللولا ده بغندي نطحنو الطحنة تانية مع السكر بالنسبة اللوز دائما يعني قاعدة معروفة فى العقدة ديال اللوز هو جوج ديال مثلا اذا كان كيلو ديال اللوز نس كيلو ديال السكر مهم باش ما عبرتو ولكنه جوج كيسان دياللوز كاس ديال السكر عنا ده بغنعبر بهاد زليفة غنعبر هنبهاد زليفة وهد يعمل جوج زليف ديال اللوز اصلهم اللي عندي تمديك زليفة كباري غني عمل مع هم ذلك ديل السكر Ste Maria خليكم اختيار قطوط. نقص بنشي الحلاوة بثف ولكن بالنسب العبار اللي بغيتوا تعملوا العبار يعني بإجاز اللوز هو دي العبارات ديال اللوز و ديال زليفة ديال اللوز كيف هي العبارة الحقيقة ديال العقدة ديال اللوز سفي انا غنا نحاول نقق شوية من عمارشة تزليفة بزاف. شما تجينيش العقدة حلوة بزاف. صافية البنتو غنخلط السكر مع مع اللوز. صافية غدين نضيفه شوية ديال المسكة الحرة. باش نطحنها مع السكر. وغدين نزيد وحصة شيء ديال اللفاني. صافية غنخلط هادشي مزيان وغن نعود نطحنها المرة الثانية. صافة البنتو انا بعد ما عاودت اه 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 السكر مع اللوز نطحنها الثانية. ده بغندوزها البنتو باش نجمع العقدة ديالي بالمزهر. بالنسبة للعبار ديال المزهر للبنتو باش تجمع لكم وصافي. انا هنا يستمت في اللوحة الجوج ديال كوتشارس كبارين. باقي غنزيد شوية مهمتا نجمع العقدة ديالي تسكن كات يعني كات تكوار لي العقدة وكات نقدروا نحربي لها. صافي يعني انتنا كات تزيد المزهر شوية بشوية طبيعة الحال تجمع لك العقدة. صافة البنتو كنحصلوا على العقدة بهذا القوام هذا. صافي كان دهني نضيب مزهر وكان بدن نحربي لهايضاء الحالب الصغارين. انا كنعمل هاد العبار هذا. بالنسبة للبنت انا كتعجبني كعبات جي كبيرة. وتم عملوا العبار اللي بغيتوا. ولكن احنا دائما في الشامل كان عملوا الكعب يكونوا كبارين. من صراحة كعتوا واحد المنظر مزيون وضروري يكونوا منقوشين. اذا ما كانوا شي الكعب منقوشين يعني بحالي ما عندنا شي الكعب. صافة البنت. وبالنسبة للبنت اللي بغواوا يعبروا بالميزان يستعملوا الميزان. انا عملت غي هيدا عيني ميزاني وصافي. اه واللي كيعرفش كي يعمل عوتاني يعمل في حالي وصافي. انا ما استعملش الميزان في هاد الكعب هادولي. انا عندي وحد كيمية صغيرة وعملت غي هيدا وليدات يدر وصافي. ماشي يعني عملت هيدا شي شي هيدا مناسبة ولا شي حاجة ضروري كي نعبرو بش كي تجي الحلوة ديالنا بحال قد خد. صافة البنت ومقادر ديال الورقة ديال الكعب ديال العجينة عندي هنا نس كيلو ديال طحين مع كوتشارة كبيرة ديال السكر غلاسي وحبيطة. عندي نس كاس ديال مزهار. ونس كاس كما كتشوفو ديال الزبدة اللي هي نوازيط لطيبتها تكتجع اللون ديال لبحال هيدا. يعني كنحيد من الحليب تماما هادك هي اللي اسميو هالزبدة وهالزبدة. وشوية ديال المدافي. صافة غادي نزيد البنت السكر. ورشيشة ديال ملاح طبيعة الحال ما تكرساش في المقادر. وببيطة. وغنزيدك الزبدة كي ما كتشوفو طيب سالزبدة انا عندي ديال ماكلة زبدة حيوانية ونس كاس ديال مزهار كي نس اللي كي يجمعو هاد العجينة ديال عقدة ديال لوز كي رشيشة ديال الملاح. كي الناس اللي كي يجمعوها يعني كي يجمعوها بهادي بكاملة بالمظهر. انا انا كنعمل غين نس كاس فحال ده بعد انا عملت ثلاث كيلو ثم اضغلو المخادر ايضا غا تعملو كيمية كبيرة. كان عمل غين نس كاس وكان قنجمعها بالمدافي كان زيد شوية بشوية طبيعة الحال. غيب مقدار كوتشارة جوج وانا كنجمعتها. كان حصل على هاد القاوم هادة كان ديلك واحد شوية فوق سطح العمال. كي ما كتشوفو انا عملت واحد الكيمية اللي هي صغيرة اللي انا ما عنديش اللوز بزاف. صافي كتجي في حال هاي تالبنات. صافي غنغطي العجينة ديالي ببلاستيكة وغنخليها ترتاح واحد نس ساعة. عادة غندوس باش نخدم بيها. صافي غنغطي العجينة بعد ما ارتحت لجينة غيباش تسهل علي الخدمة وصافي. صافي كنستمل واحد شوية ديال الطحين ضروري اللي بنات نطلقو. يعني احنا كنتلقو العجينة. احنا كنرش واحد رشي شخفي فادي هالطحين. وكنطلق بالمطلق. بالنسبة لي كعندكم كيمية كثيرة طبيعا الحال غادي تستعملو. ماكينة اللي كتت هاد تخرجو في هالورقة. انا صراحة هاد كيمية قليلة اختمتها غيب يتضيغي بالمطلق لان مش دروري نخدموها بالماكينة. يعني تالناس لي ما عندمش الماكينة رغاي كي كتجي نفس صراحة نفس نتيجة غير الورقة خصت تطلقوها مزيان وصافي. صافة البنات في حال هيدا كان نطلق مزيان مزيان آآ كان رش هيدا الطحين وكان نطلق الورقة. العجينة خصت تكون دقيقة. يعني العجينة ديال الكعب ضروري خصت ترقوها بزاف. صافي غناخد هيدا العقدة غننزلها في الوسط وغادي نقلب عليها كيم ما كتشوفوا العجينة. عمي شوية ديال الطحين باش مش تلصق ليشي. كان بدل بنزف الحواشي. كان رقاق وفي الوسط كان خليها كان خليها وقفة شوية كيم ما كتشوفوا الفيديو كيوضح راسو. كان اخدو هادا الجرارة وكان قطعوه. كان حاول نخلي واحد زيادة باش منجي ونقشو كيعتينا واحد المنظر اللي هو مزيون. هاكي باش كتجي الكعبة ديالنا. وديك الحاشية كتكون هيدا باش كنعملوا فيها ديك النقيشات. وكتعتي واحد المنظر اللي هو مزيون. صافي البناس غنعمل نقش هيدا في شوية ديال الطحين مش ما يلصق ليش في العجينة. وغادي بدل نقش ديك الحاشية هي اللولة. وبالنسبة النقيش قد ما رققته يعني قد ما العطة تكون شوية مش غادي قد ما عطيته شوية قد ما كتجي النقشة بين حسين وكتجي مزيونة في المنظر دياله. صافي بحل هيدا غير سكم تنظموا البنات الوقت وصافي. هيدا عملوا كويرات ديال العجين ديال العقدة. وبدائما العجينة قسموها كويرات. وياخرين خليوهم في بلاستيكة مهموتهم ماشيين بشوية بشوية. كجيل خدمة نقيقية وساهلة في طبيعة الحال. غير واحد خصوين تضموا صافي. صافي كما كتشوفوا البنات كن بدان نعمل العطة تكون هيدا تكون ميلة. بحال كسوف حال كي وضح الفيديو. بحال هيدا البنات. وفاش كنرجع المرة تانية كنرجع بالعكس. اذا كنت ماشي هيدا. مرة تانية را كنرجع كنجي جهة اخرى. تبينوا تكون فهمتوني وعرفت انشرح ليكم مزيان. وبالنسبة الفيديو را كي وضحها رسول طبيعة الحال. بحال هيدا البنات. كجي كعبة ديالي بحال هيدا منقوش وغزالة. كجي صراحة غزالة في الطبصل وكتعطي واحد منظر زوين. صافي بمنسبة ديك الحواشير را كنجم عم هيدا بيديو نعمل في بلاستيك. فالاخر را كنجع نخدم بهم كاملين. وكجي نفس نفس النسيجة البنات. ماشي غايبقى لكم وغزالة العجينة ولا شي حاشا. يغلوها ورجعها بلاستيكة وتعودوا وتخدموا بها. صافي البنات كما كتشوفوا في حال هيدا كنرقق هيدا في الحواشي. وكننحاول نوقف هيدا الكعبة ديالي. وفي الوسط كنخليها غريطة شوية. صافي وكننثبت هيدا الحواشي وكننقطع. حال هيدا. ودائما كما قد كنخلي واحد ديك الحاشية. باش مني نجي ننقش نجبر فيه ننقش. في حال هيدا. وبالنسبة للتعاب البنات هو سكم ضروري العقدة جي في حال في حال. لان الحلوة المنظر دياله هو القياس. اذا كان القياس ديال الحلوة واحد كبير واحد صغير مكينة لا حلوة لا ولو دكسة. ضروري الحلوة ديالنا جي قد قد باش كتكون مزونة في الشوفة. وكتعطي المنظر مزون. كما كتشوفه النقش اللي هو ساهل. بحال هيدا. كان بده بديك الحشية. وكان بده نشبر نقاش وكان نعمل النقشة هيدا ميلة. يعني كان عمل العطة ميلة. بحال هيدا ومبادمي كان نجع مرة تانية كان نرجع كان نجع بالعكس. صافة البنات بحال هيدا فاش كنسالي يعني الصاف اللي كان نبقى هيدا ميل وكان نجع مرة تانية بنفس يعني بالعكس. وتهوة ميل كي ما كتشوفه. دي كان عندكم نقشة البنات كبيرة راح سن كتجي نقشة طويلة. عنا كي ما كتشوفه في الاخر راح كان زيد نكمل. بحال هيدا. نسمنا يكون تصوير واضح وتكون تكون نقشة واضحة معكم. صافة البنات وكنستمر على هالطريقة. تنسى الكيميا اللي عندي كاملة. وبالنسبة ديك العجينة البنات. ديك الحواشي اللي كيبقى وراء يكلوهم كان نعملوهم براسيكا وكان عاود نخدمو بهم مرة تانية. العجينة ما كبضي عمدتها شي حاجة. صافة البنات أنا بعد ما سريت الكيميا اللي عندي كاملة. آآ هذا هو شكل نهايي ديالهم كي جووا لها تشكل. صراحة كي جووا مزيونين بزاف. أنا عملتهم هيدا بسواني. غنخليهم تنغدا ان شاء الله هاد غادي نطيبهم. ما كنطيبش الكعب أنا في نفس النهار اللي كنخدمو. إذا خليتوا البنات الكعبات بات. آآ مفاش كتطيبوها في فران كتلق ديك العسل ديالا. كيبقى ديك السكر ولا وسكي بقيت عسل. وكيبقى يطلقكم العسل ديالهم وكيجو بالكعب ديانا كيبرقو. كيجو صراحة مزيونين ومعسلين. وانا بالنسبة فرشت له من كغيت ديال الزبدة. ولي ما عندوش الكاغيت. يرشغي واحد رشيشة خفيفة ديال الطحين. وصفة البنات وكتشعلو العفياغي من تاحيت كيما كتشوفو. أنا هجوني طيبين ولكن كيبقى الكعب كيبقى لون دياله بياط. كيما كتشوفو محمر واحد شوية من تاحيت. ومن فوقي كيبقى بياط. يعني مخصوش يتحمر نهائيا كعب ديالي. صفة البنات كيجعل لها تشكل. كيما كتشوفو كي ديك كيبقى يبرق بديك العسل. كي يطلق العسل دياله. وبالنسبة البنات اللي بغوا يدهنوا بالنباش يدهنوا بالنباش. بحال هيدا البنات كيسكون كعبه طيبة طبيعة الحال. ولكن بايت طيبة. بشتمرش كتعتدي ديك المنظر زوين. وكيكون كيكون المنظر زوين في تشوفها. صفة البنات هادي هي الوصفة ديالي دياليوما. نطلقها ان شاء الله فيديو جديد مع وصفة جديدة. وبسلام عليكم وانهاركم براك.